جهن العراق بالراية والإبداع العراقي تحركت أنظار العالم إلى عباقرة بلاد الرافدين أطفال في عمر الورد لكنهم كبار في الإنجاز وفي مسابقة الحساب الذهني العالمي يحصد طالب نور الحسين باسم محمد ملا عيدان المرتبة الأولى عالميا بالحساب العبقري الذهني مسابقة شارك فيها ألف طالب من تسع عشرة دولة حول العالم وحصدت الطالبة الكربلائية دينا جائزة الشامبيون فوق الأولى عن مسابقة الحساب الذهني جوائز عدة حصدها أبطال العراق العباقرة أيضا حيث فازت بالجائزة عن المرتبة الثانية الطفلة الموصلية ميار كرام نجاحات مستمرة سبقها إنجاز عراقي حققه الطفل خطاب عمر العام الماضي بفوزه في المركز الأول كذلك بريقة أمل يطرق بها أطفال العراق من طلبته المبدعين باب المستقبل باسم العراقي ولأجله اشتركوا في القناة